استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار قاهرة الدولية السيدة ميت فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك في مستهل زياراتها الرسمية الأولى إلى قاهرة والتي تأتي تزمنا مع الاحتفال بمرور 65 عاما على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وقيمت مرسم مستقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق عقب وصولها مطار القاهرة وذلك بحضور السفيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج رئيسة بعثة الشرف ومن المقرر أن يعقد مدبولي وفريدريكسن جلسة مباحثات لملاقشة مقترحات تعزيز العلاقة الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة